وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نضم معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة وليد الحديدي المحلل والناقد الرياضي في صحيفة الأحرام الرياضية أهلا بك وليد عبر شاشة الإخبارية في البداية هل من توضيح مختصر عن هذه القضية تحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين الحقيقة القضية التي تحمل رقم 280 لسنة 2017 بدأت تفاصيلها من شهر يناير 2017 والتحديدا يوم 3 يناير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري التي ترقصه الدكتورة مونة الجرف خلص بعد تحقيقات أن في ممارسات احتكارية تقوم بها مجموعة بين سبورس على الأراضي المصرية وبما أن الجهاز يعنيه بالأساس حماية المواطن المصري من أي ممارسات احتكارية فكان يجب أن يتم اتخاذ إجراءات تحمي المستهلك المصري أو المشاهد المصري في هذه الحالة الحقيقة البنود التي خلفها ممارسات بين سبورس في مصر هي تحديدا البند رقم 8 من قانون الجهاز التي من خلاله قامت مجموعة بين سبورس بإجبار المشاهد المصري على التحول لقمر صناعي سهيل سات القمر القطري وترك القمر الصناعي المصري نايل سات خلافة لبنود التعاقد مع الشركة وده طبعا لأن في مجموعة قنوات رياضية موجودة على الأمر سهيل سات وتم رفعها من أمر نايل سات مما أخل ببنود المنافسة وسبب أضرار للأمر الصناعي المصري نايل سات كمان في بعض البنود الأخرى اللي خلفتها ممارسات شركة بين سبورس في مصر وهي زي ما حضرتك تفضلت وقلت ربط البطولات بعضها البعض مع أن ممكن يكون فيه مشاهد يسعى لأنه يشاهد بطولة معينة بطولة بعينها لكن هو يقبر أنه يدفع الاشتراك كاملا لمشاهدة جميع البطولات وده كمان فيه إخلال بمبدأ المنافسة ويعتبر إحدى الممارسات الاحتكارية اللي بيمنعها القانون المصري كمان كان فيه أزمة بخصوص كأس العالم 2014 لما أكبرت شركة بين سبورس المشاهدين المصريين على دفع اشتراك لمدة عام كامل بدلا من تحديد اشتراك خاص ببطولة كأس العالم فقط وإن كان تم تسويت هذا الأمر فيما بعد في حال هذا التقرير تجاهلته والمطالبات المصرية جهاز حماية المنافسة تم تجاهل المقابل بين سبورس ولم يقوموا بإتخاذ أي إجراءات تصحيبية في هذه الجزية في حال عدم التزام القانون القطرية ما هي الإجراءات المتخذة؟ هو بالفعل تم إحالة الأمر برمته للنيابة ومنها للمحكمة الاقتصادية اللي أصدرت حكمها بتغريم بي إن سبورس 400 مليون جنيه 200 مليون جنيه على الفعل اللي قامت بيه أو الممارسات الاحتكارية اللي قامت بيها و200 مليون جنيه عن عدم استجابتها للقرار أو المخاطبات من جهاز حماية المنافسة اشتركوا في القناة